تلقى الرئيس عبد الفتاح أسيسي تصلا هاتفية من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي توجه بالتهنئة إلى الرئيس أسيسي بفوزه في الانتخابة الرئاسية الأخيرة وإعادة انتخاب سيادته رئيسا لمصر ومن جانبه ثمن الرئيس أسيسي هذه اللفتة المقدرة كما تطرق الاتصال بين الجانبين أيضا إلى التباحث حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة فضلا عن متابعة النقاش حول مصار القضايا العالقة بين البلدين ترجمة نانسي قنقر